رمضان هو شهر الخير ما فيش جمال زي جمال الخير نحن نساعد المحتاجين والفقرة في هذا الشهر الفضيل دور كبير جدا بتقوم به التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في كل محافظات الجمهورية شفنا كتير من المبادرات اللي اقام بيها التحالف لتوزيع المساعدات والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان السنة دي التحالف أطلق مبادرة اسمها مليون وجبة مطهية للأسر الأكثر احتياجة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دفنة الأسازة عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح الخير على حضرتك وكل سنة وانتم ألف ساحة وخير يا رب صباح النور على حضرتك وصباح النور على كل السادة المشاهدين صباح الخير الخير الكبير اللي بعم مصر كلها رمضان كريم والحقيقة احنا بالنسبة لنا رمضان طبعا السنة كلها يعني شغل وعطاء لأنه حق أهلين علينا أن احنا نقف معيهم على مدار اليوم على مدار الساعة لكن في رمضان له خصوصية فإحنا السنة دي مستعدين كتحالف من خلال كل مؤسساته بشكل مختلف شوية يلا نبتدي كلامه على طول عن الأسر الأولى بالرعاية وهم الأولى بالرعاية في رمضان مجهزين لهم إيه وإيه اللي تم تقديمه في الفترة اللي فاتت كم طيب احنا شايفين على المستوى الواقعي أنه مازلنا بيعني مصر كدولة من بين معظم دول العالم اللي فيه أثار اقتصادية لأزمات عالمية متأسرين بيها ومازلنا الشراح الأولى بالرعاية متأسرة بيعني بشكل أو بآخر بيعني أحداث لا نقطة لنا فيها ولا جمل لكن الحقيقة واجبنا كتحالف زي ما بدأنا أنه وحق الأسر علينا أن نقف معهم عشان ندعمهم في مواجهة كل الأزمات دي الدولة بتقوم بدورها وإحنا كتحالف وكمجتمع مدني بنسعى أن نقوم بدورنا على أكمل وجه شهر رمضان المبارك دايما بييجي وبييجي الخير معي فإحنا بنشتغل على صعيدين بشكل أساسي الصعيد الأول توزيع الوجبات الجفة من خلال كاراتين رمضان والصعيد الثاني توزيع الوجبات المطهية وده الجديد أننا بنتوسع فيها عشان نوصل لمليون أسرة على مستوى الجمهوري الحقيقة إحنا تركزنا في البداية على كرتونة رمضان كرتونة رمضان المفترض أنها بتحوي المواد الغذائية الضرورية اللي بتكفي أسرة مكونة من خمس أفراد على الأقل عشر تيام في شهر رمضان بحيث أنه يدخل الشهر الكريم على كل أسرة غير قادرة وهي مش حملها يعني توفير احتياجاتها وتوفير احتياجات أولادها وأفرادها من المواد الغذائية فريق عمل كبير بيشتغل على التحضير وعلى التجهيز وعلى التعبئة وعلى النقل في المحافظات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية متطوعين منتشرين على مستوى الجمهورية الحقيقة ده كله يعني الفريق ده كله بدخمته بالجهد الكبير اللي بيبذل بالجهد المتواصل اللي بيستمر فيه يعني استعدادنا للشهر وخلال الشهر عشان يعني ننال يعني جايزة ابتسامة من أسرة بيلاقي عائلها احتياجاته واحتياجات أسرته من المواد الغذائية في شهر رمضان الكريم طيب هتكلم طبعا عن فريق العمل الجبار والضخم جدا على امتداد الجمهورية كلها وكل المحافظات لكن اسمح ليفن بس أسأل حضرتك إزاي بيتم تحديد الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجا على امتداد المحافظات كلها طيب معايير مهمة التحالف ومن خلال كل مؤسساته بالنسبة لي أنا شخصيا كوني بشرف أني مدير المركز الإعلامي للمؤسسات صنع الخير عضو التحالف بنشتغل على معايير أساسية للوصول للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التمييز ما بينها والقدرة للوصول لها أولا عدد أفراد الأسرة وطبيعي التمشيط الاقتصادي للعائل إذا وجد وإمكانية وجود أحد أفراد الأسرة يستنزف موارد الأسرة سواء بإصابة بمرض أو خلافه ومن هنا بنبدأ التقييم الحقيقة التحالف أخذ خطوة مهمة جدا وأعتقد أنه دي من أساسيات إنشاء وهي توحيد قاعدة البيانات ما بين كل مؤسساته والانطلاق بقاعدة بيانات قوية ومرنة للتمييز والوصول للأسر الأولى بالرعاية يعني إحنا بنتكلم النهاردة على قرابة حوالي أكتر من 20 مليون مصري مستفيد وما يزيد مستفيد من خدمات التحالف خلال شهر رمضان كان لابد عشان نقدر نوصل بالرقم ده وعشان المساعدات تكون أكتر فاعلية إن إحنا نكون مختارين صح إن إحنا نكون مختارين بعناي وكمان مهمة أوي إن إحنا وإحنا بنشتغل كتحالف ومن خلال كل المؤسسات نبقى كل واحد مننا بيقوم بدوره بدون تكرار إن أستاذ محمد عبدو بيقدم خدمات في المكان الفلاني عصام بيقدم في المكان الفلاني بنكمل بعض ولا نكرر نفس الخدمة لذات الشخص لأنه بالتأكيد تكرار نفس الخدمة معناها خصم كمان من مستفيد آخر حقه علينا إنه يستفيد طيب إحنا بنتكلم إن في مبادرات بتبقى شغالة طول العام وفي مبادرات بتبقى موسمية أو وقتية إحنا دلوقتي مركزين أكتر في المبادرات المستمرة ولا في مبادرات خاصة بشهر رمضان طيب التحالف الحقيقة من بين أساسيات شغله في كل مؤسساته والاحتراف والاحتراف في العمل الأهلي معناه السير في كل المسارات بشكل متوازي بمعنى عندنا آلية لمواجهة الأزمات الطريقة اللي بتحدث الآن واللي غير متوقع زي أحداث غزة وضربنا فيها مثل بالنسبة للعالم كله أعتقد إنه العالم يقف يعني إنحناءا وإجلالا لمساهمة الشعب المصري ودور الدولة المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة لما بنتكلم على 83% تقريبا من حجم المساعدات من كل دول العالم اللي دخلت لأشقاءنا في قطاع غزة مساعدات مصرية أعتقد إنه ده دور يعني ده دور مهم وده دور مصر الحقيقة اللي إحنا يعني على مر العصور يعني بنقوم به والحيان إحنا بي لا بنمنا على حد ولا ده دورنا وده يعني قدرنا قدر مصر إن إحنا دايما في ظهر أشقاءنا ده على مستوى الطوارئ لكن كمان على مستوى العمل التنموي في محاور أساسية بنشتغل فيها زي محور عادة الإعمار والحيان كنت أتمنى أنه حضرتك تبقى ضيوف معاين إحنا لسه راجعين من لقصر في مؤسسات سماعة الخير عدد والتحالف كنا الحقيقة بنشارك أهالي قرية نجع الجسور في لقصر فرحتهم يعني حدث الحقيقة كان أبهجنا جدا يعني رغم المشقة في التنفيذ إحنا الحمد لله قدر لنا إن إحنا نفرح 25 أسرة بأنه نهدي عائلهم 25 مركب سيد بداية حياة جديدة ودول صيادين باب رزق جديد بالضبط السيد الرئيس نوه وأكد على أهمية دعم صغر السيادين الأهالينا كان عندهم مشاكل إنهم مركبهم كانت متهلكة أو بعضهم ما كانش عندهم مركب من الأصل وكلهم بيعولوا أسر فكانت بداية جديدة ورمضان مختلف معاهم أنهم بيبدأوا وعندهم مصدر رزق ثابت يعني وجاية كمان إحنا بنعرض لقطات على الهواء إحنا نشايفين وامتابعين مع بعض لكل الحاجات أو لجزء من الحاجات قبل وبعد يعني عارضين الشكلين بحيث إن الكلام يتطابق مع الكلام لحضرتك بتقوله ونبقى شايفين للناس اللي ما شافتش بعنيها ومحتاجة تطمئن قلبها أكتر لحاجات تشوف إزاي فرقت إحنا بنعرض معاكم مشاهد من الشغل بتاع التحالف طيب شوفي حضرتك برضو معلشي اسمحولي أرجوك على ذلك الشكل المنازل كان معانا الأستاذ الفاضل محمد خيري عبدالقادر نائب محافظ اللقصر كان بيفتتح معانا فالحقيقة قال تعليق طيب جدا قال إنه الشكل البيوت بيدي لأقرب لمنتجات السيحية الحقيقة على قد ما يعني الكلام بالنسبة لنا كان ده تحديدا كمان في قرية ناجع الجسور بالزبط كده في قرية ناجع الجسور التحالف الوطني العام القاهي والتلموي قام بإعادة أحياءها مرة تانية وبقى التنموذج حتى دي خصوصية في الأسرة بالزبط الحقيقة احنا بالنسبة لنا 24 منزل بقى لـ 24 عائل أسرة كان الحقيقة منازلهم الحقيقة يعني برؤى العين بقى وبالرصد كانت صعبة جدا يعني جدران من الطوب اللبن أسقف تكاد تكون بالاسم أسقف لكن هي في الواقع ما لهاش علاقة بفكرة الأسقف الحمد لله اتزالت البيوت بشكل كامل اتبنت بشكل كامل جدران وأسقف خرصانة وأرضيات سراميك وحمامات ومطابخ يمكن حضراتكم تشوفوا قبلوا وبعد زي ما الشاشة بتعرض دلوقتي الفكرة بالنسبة لنا أن احنا بنحاول نخلق مفردات الحياة الكريمة بشكل كامل حتى في استثمار المساحات بعض البيوت تلاقيناها مساحات هديئة استثمارنا فكرة أن احنا بنعمل السقف خرصانة وعملنا نظام الدورين للأسرة بعض الأسر كانت بتعيش أسرتين شقيقين بيعيشوا في بيت واحد بمساحة صغيرة استغلين المساحة وعملنا دورين بأسرتين كل أسرة لها دور بحيث أن حضرتك تقدم بشكل حقيقي خدمات وهنا الحقيقة برضو الشراكة الفاعلة للمؤسسات الاقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية واسمحولي أتكلم عن قطاع إصار اللي ساعدنا ودعم معانا بشكل كبير جدا عشان الشغل ده يخرج لو لم يكن في مؤسسات اقتصادية تؤمن بدور المسؤولية المجتمعية وأهميتها في تغيير حياة أهلنا الحقيقة شغل كبير وكتير من شغل العمل الأهلي ما كانش حينكز تحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي وراء جنود مجهولة كتير جدا فريق عمل ضخم حابين حضرتك تتكلمنا شوية عن التفاصيل نحن نتكلم على تعبئة وتغليف وتجهيزة وجبات وطهي وجبات وكمان التوصيل وسلاسل للإمداد يعني عمل متكامل ومتناغم وفيه عدد كبير جدا من المتطوعين هنا التطوع مهم جدا في العمل الخير طيب خلينا أقول لحضرتك أنه الحياة العمل الأهلي المصري واللي جه التحالف عشان يتوجه بكيان ومظلة بتجمع كبريات مؤسسات العمل الخير المصري العمل الأهلي المصري أصبح الآن وبكل فخر يمتاز بالاحترافية طيب احترافية يعني إيه؟ احترافية يعني تخطيط جيد في البداية يعني عقول محترفة بتعرف تقيس الاحتياجات على أرض الواقع بتعرف تلبي الاحتياجات بتعرف تشتغل على موارد تدعم تلبية الاحتياجات بعد كده بحشد لقدرات الشباب وأقصى استفادة ممكنة منها من خلال التطوع بعد كده كمان استثمار لفرق العمل المدربة واللي قادرة توصل بسهول بعد كده كمان قدرة على الوصول الجيد للأسر الأولى بالرعاية والوصول الجيد ده الحقيقة له برضو ميزة أنت حضرتك أحيانا هي نفس المساعدة اللي بتروح لأسره بشكل فيه نوع من التعالي بتبقى مهينة لعائل الأسره وقد يتقبلها أو قد لا يتقبلها وساعتها هنبقى عزرين أنه في عدم تقبله ليها لأنه لا يعني أبدا تقديم الدعم إهدار للكرام لكن في المقابل نفس المساعدة لما بتروح للأسره لحد باب البيت بشكل فيه احترام لإنسانية وآدمية المستفيد أعتقد أنه هنا يصبح الفارق وهنا الاحتراف بيقوم بدوره وهنا كمان الأسره المتلقية أعتقد أنها بتقابل ده بطيب خاطر وبتعرف أنه ده حقهم علينا مش منا ولا تعاطف من حد وأعتقد برضو أنه هنا يعني بالنسبة لنا أرجع تاني بالنسبة لي أنا شخصيا كمدير مركز إعلامي للمؤسسة الصناعة الخير عضو التحالف يعني بنشرف أن احنا ابتسامة أسره بعد ما توصل لها المساعدة أي مكانة المساعدة من المشروع التنموي الكبير والبيت الضخم لحد كرتونة المواد الغذائية أو البطنية ابتسامة عائل الأسرة ابتسامة الطفلة اللي احنا بنقابلها أكبر هدية وأكبر جائزة لكل فريقنا وفريق شغلنا أكيد رمضان بيحب اللمة ويعني أعتقد أهلنا متعودين كده نفطر مع بعض وده اللي حيحصل فيه السيدة نفيسة أكبر مائدة إفطار حتكون موجودة في السيدة نفيسة بإذن الله إن شاء الله إحنا هنكون ضيوف على مائم السيدة نفيسة والمنطقة اللي حواليها هنشارك مع فريق من المتبرعين وفعلي الخير في تدشين أكبر قافلة القافلة هتستضيف يوميا ألفين ضيف وحتقدم وجبات كمان بخلاف الألفين لألف ضيف والحقيقة هنا كمان إحنا بالنسبة للسيدة نفيسة ده مركز تجمع لكن كمان هيبقى عندنا في الوراء خيمة رمضانية كبيرة هنقدر نستقبل فيها عدد كبير من الزوار للشهر الكريم اللي حيشاركونا فرحتنا أن احنا نفتر معاهم وكمان ده بالتوازي زي ما بدأنا وزي ما حضراتكم وذكرتوا بالتوازي مع قرابة مليون مواطن مصري حيستفاد من خدمات صناع الخير بشكل مباشر يعني باعتباري برضو مسؤول عن ما يذكر باسم المؤسسة مليون مواطن من خلال توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية الحقيقة النهاردة وإحنا بنتكلم في كتايب عمل شغالة على التعبئة وعلى التحميل خلال يومين إن شاء الله ستنطلق قوافل التحرك بالتعاون مع المصريات الصلاة اللي تتوجه لكل الجمهورية بالتوازي أعتقد إن شاء الله بإذن الله لن يمر الأيام الأولى من شهر رمضان إلا وكاراتين المواد الغذائية بإذن الله بتفرح الأسر المستفيدة إن شاء الله بإذن الله ربنا رب يوفقكو يعني عمل عظيم جدا وعمل فيه خير ويروح مباشرة للمستفيد ودي نقطة مهمة جدا أن أنا بحدد بمعلومات دقيقة من الأسر والأشخاص الأكثر احتياجا لهذه المواد الغذائية المبادرة الأهم والأكبر هي فكرة مليون واجبة وده طموح كبير إن شاء الله تحققوه في رمضان السنة دي مليون واجبة مطهية للأسر الأولى بالرعاية تجهيز هذا العدد الضخم بتم إزاي؟ الحياة برضو فرق عمل بتشتغل في غرف مغلقة الأول في التفكير والتخطيط والتنظيم بعد كده فرق عمل بتشتغل في تلبيت الموارد والاهتمام بالتفاصيل يعني عايزة أقول لحضرتك مثلا أنه المواد الغذائية رغم ارتفاحها فيه يعني خوض معارك عشان تأمين المواد الغذائية الضرية وبأسعار معقولة اللحوم والدواجن كمان مواد لابد إنها الجودة فيها الجودة ثم الجودة ثم الجودة ده عامل مهم جدا ضفنا الكريم اللي حيفطر معانا حقه علينا أن احنا نقدم له وجبة زيها زي اللي بيحصل علينا وعلى أعلى مستوى طبعا طبعا وكمان الجودة في الطهي الجودة في التقديم الجودة في الأواني اللي بتتقدم دي كلها أدوات احنا حريصين عليها واعتقد أنه هنا يعني الفكرة العمل الخيري بشكل حقيقي بتحول لصناعة واعتقد أن احنا بالنسبة لنا كمؤسسة صناعة الخير يعني بنحاول نبقى محترفين بشكل حقيقي في صناعة الخير أن احنا لما نقدم عمل خيري لابد إنه يمتاز بالجودة يمكن يعني الفرحة بتاعة المنازل ومراكب الصيد زيها زي فرحة استلام كارتونة أدواتها بجودة عالية زيها زي فرحة استلام وجبة غزائية مطهية بشكل جيد مختار مكوناتها بشكل جيد بتتقدم بشكل إنساني يعني يحفظ للمستفيد كرمته وإنسانيته ويعني بتوصل له دايما رسالة أنه ده حقه علينا مش منا ولا هبة من حد أكيد كل الشكر لك نورتنا وشرفتنا الأستاذ أسام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل للأهل التنموي شكرا جزيلا للمجهود المحترم اللي بتقوموا بي شكرا يا فندم شكرا جزيلا وحضراتكو بألف خير ورمضان دايما يا رب يعني نستقبله كلنا مع بعض وكل مصر يا رب بألف خير ورمضان كريم شكرا جزيلا